طيب الإنسان بقى اللي يجاهد نفسه في الدنيا علشان يرزق سلامة الصدر يبقى وصل لمرحلة إيه؟ وصل لمرحلة الأولياء الأبقياء الأنقياء الأصفياء الأذكياء الذين لو أقسم أحدهم على الله لأبره يعني إيه؟ يعني لو قال يا رب أقسم عليك أن تفعل لي ذات لفعله ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ لأنه سليم الصدر يعني إيه سليم الصدر؟ خد بالك وركز معايا في الكلام ده بعد ما تصلي على الحبيب أنا عندي السكر فالسكر ما بيموتش أو الله ولا الكبد بيموت ولا الكلى بيموت ولا الضغط بيموت ولا القلب بيموت عارف اللي بيموت إيه؟ أمراض الأبدان ما بتموتش إنما أمراض القلوب لأن مريض السكر بيناه وبيأكل وبيشرب وكذا مريض القلب ومريض الكلى ومريض الكبد وربنا إيش في جميع مرضى المسلمين مرضى الناس أجمعين قولوا آمين إنما اللي ما فيهوش حل وما لهوش علاج إن انت تبقى نايم وسدرك مولع انت نايم ودماغك شغالة إزاي تخرب بيت واحد إزاي تفصل واحد من شغله إزاي تشيل واحد من مكانه إزاي تضمر أسرة واحد إزاي تضمر كيان واحد علشان كده ربنا جعل النجاح يوم القيامة إيه لا فمال ولا بنون إسمع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولذلك الصحابة رضو الله عليهم وأرضاهم كانوا يعملون قليلا من العمل ويؤجرون كثيرا عارفين ليه لإن أحد الصالحين قال لسلامة صدورهم لإن أسهل طريق لدخول الجنة سلامة صدرك إن صدرك يكون سليم لا في غل ولا في حقد ولا في حسد عشان كده سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد ما تصلي عليه لما سئل أي الناس أفضل إسمعا إيه كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا له صدوق اللسان عارفناه إيه مخموم القلب؟ قال التقي النقي اللي هو إيه؟ لا إسم عليه ولا بغي ولا غل ولا حسد وراجل نايم ما فيش في قلبه شيء أبدا خالص خلي بالك من الكلام ده كويس قوي لإن ربنا لما يرضى على حد يطحر قلبه من كل هذه الأمراض ولذلك شوف بقى أهل الصفاء في الدنيا اسمع تخيل بقى إنت حضرتك عمرك في مرة فكرت إن دعاك ما بيستجبش ليه؟ عمرك فكرت؟ أقول لك أنا ليه بعد ما تصلي على الحديث علشان إنت مشكلتك بتستأثر بالدعاء لنفسك بس اللهم اغفر لي دنبي اللهم اهدي ولادي اللهم يسر رزبي اللهم ارحم أبوي اللهم ارحم أمي اللهم اشفيني بس لكن اسمع بقى أوصاف الناس اللي تستجاب دعوتهم فورا مين بقى؟ اسمع والذين جاءوا من بعدهم يقولون يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وعشان كده سدنا الحبيب بعد ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم جعل من أمارات كمال الإيمان أن يحب الإنسان لأخيه ما يحبه لنفسه شوفوا الجمال ده من كمال الإيمان فلما أنت تيجي تعرف أن محمد عنده أزمة وإنت عندك أزمة فتبدي محمد على نفسك في الدعاء لإنك في الكعبة فتقول يا رب أقسم عليك بكعبتك فرج كرب محمد أبو بكر فتلاقي كل مليكة الكعبة تقولك ولك مثله فلو أنت كلك زند وكلك معاصي وبقك حتى مش طاخر فدعائك هيستجاب لمحمد أبو بكر لإنك دعوت لأخيك وكمان ربنا رزقك دعاء أهل الطهر والعفاف اللي هم المليكة اللي ربنا زكاهم وقال في حقهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فترجع وقد من الله عليك أنت بالفرج ومعاك محمد أبو بكر إكراما لك ترجمة نانسي قنقر